ايه الفرق من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية مش كلها برضو كوريا كلها كانت كوريا واحدة ايام ما كانوا عايشين في تبات ونبات ويجيبوا صوبيان وبنات ومرة واحدة احلوا في عيون اليابنيين فقرروا يضموها للامبراطورية اليابانية واستمرت الوصاة اليابانية على كوريا من سنة 1910 لحد 1945 وبعد ما انتهت الحرب العالمية التانية تحررت كوريا اخيرا من الاحتلال الياباني ووزعوا شربات والزغريت كانت موصلة للحصول المجاورة بس الحلو ما بيكملش ووقتها الاتحاد السوفيتي قرر يعمل وصاية على كوريا فامريكا قلقت من الموضوع فقالت اعمل وصايةنا كمان وبكده اصبحت كوريا تعيش تحت وصايتين وصايت الاتحاد السوفيتي لجزء الشمالي وصايت امريكا في الجزء الجنوبي وتمر الايام وكوريا تكبر وتعتمد على نفسها ويترفع اعلان الوصاية ولكن تفضل كوريا متأسمة لدولتين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من حيث المساحة فمساحة كوريا الشمالية حوالي 120 ألف متر مربع اما مساحة كوريا الجنوبية في حوالي 100 ألف متر اللغة اللي بيتكلموا بيها الشعبين اللغة الكورية بس في لهجة عمية مختلفة هنا وهنا بالنسبة للغة فكوريا الشمالية حذرت مواطنيها من استخدام العمية الخاصة بكوريا الجنوبية واحنا عميتنا زعلتك في ايه؟ بيقولك مدرسة لغة عربية راح يتقدم لوحدة اللي والدها يا عمي انا طالب ايد بنتك ولكن لا يغررناك ان هم مشتركين في لغة واحدة هم مختلفين في حاجات كتير بالنسبة للعاصمة فعاصمة كوريا الجنوبية سول اما عاصمة كوريا الشمالية بيونج يانج وفي كوريا الشمالية الدولة حطت مجموعة من المعايير للسكن في العاصمة يعني اللي عايشين فيها متنقين على الفرازة ومش اي حد يقرر ياخد شطيته ويسكن هناك وفي كوريا الشمالية محدش يقدر يقول كوريا الشمالية بيسموها جمهورية تعبية اي ما يعني بالنسبة لهم كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية حاجة واحدة ما يقدروش ينفصل عن بعض بالنسبة للاقتصاد فكوريا الجنوبية واحدة من دول النمور الاسيوية الاربعة واللي هم سنغافورة، تايوان، هونج كونج، كوريا كوريا الجنوبية طبعا وانضمت لدول النمور الاسيوية بسبب تقدمهم السريع جدا في الاقتصاد لانهم عاملين تفرة كبيرة جدا في الاقتصاد في كذا مجال يعني عندك في سوق العربيات هتلاقي كوريا الجنوبية بلد الهيونداي أما اقتصاد كوريا الشمالية فاقتصاد غامض ودولة قفلة على نفسها وعايشين منهم فيهم كده محدش بيتدخل بينهم وعلى رأيي المثل يدخل بين البصلة وإشيرتها أما بالنسبة لتكنولوجيا في كوريا الجنوبية الدنيا مفتوحة على البحري لأنها البلد اللي اتخذوا العالم بسامسونج وإلجي يعني هتلاقي السيرفرات شغلة معاك فين ما رحت وفين ما جيت بعكس كوريا الشمالية اللي منعين الانترنت عن الدولة مفيش سناب شات مفيش فيسبوك مفيش تويتر مفيش يوتيوب ده مفيش داع ان الواحد يعيش هناك وفكرة انك تعيش في الوضع ده مش حاجة سهلة بس قولي هتخرج ازاي صديقي المواطن العربي العزيز أغلب سكان كوريا الشمالية لا يمتلكون جوا صفر بالضبط زي ما انت قلت يقض حياته ويتمشى بالعربية جوا كوريا الكلام ده لو كان عايش في دبي ولا القاهرة ولا الرياض ولا الدوحة إنما ده عايش في كوريا الشمالية يعني نسبة انتلاك العربيات حوالي 3% من سكان الدولة وكلهم يا إما رجال أعمال يا دكاترة يا مهندسين يا صباح أما 97% بيتخنقوا كل يوم مع الكمساري على الأجرة واللي ما يعرفش الكمساري هو الرجل في الأوتوبيس اللي بالليم التذاكر أما بالنسبة للطرق وإشارات المرور في كوريا الشمالية فيعملوا إشارات مرور لمين يا حصرة وفي عربيات طب بالنسبة للتاريخ فتاريخ الكوريتين بيرجع للعصر الحجر القديم لما تسكنت شبه الجزيرة الكورية وأقدم أصار الفخار الكوري بيرجع لـ 8000 سنة قبل الميلاد بس الكوريتين بعد الانفصال لهم تاريخ منفصل فكوريا الجنوبية بتقول إحنا انفصلنا وتاريخنا الجديد بيبدأ سنة 1948 أما كوريا الشمالية فرئيس جمهوريتها وزعيم الأمة وقاهر الأعداء ومحطم الداء وأمير الدهاء كيم يونج أون قال إن تاريخ كوريا الشمالية هي بالنسبة له جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وده بيبدأ من سنة 1912 من لحظة تولي جده كيم إيل سونج ولغة تقويم الميلادي واعتمد تقويم الزوتشي وده بيبدأ من سنة 1912 وزوتشي معناها الاستقلال وهتفضل كوريا بين الناس الاسم واحد بس الفرق فرق السماء والأرض